طيلة عام كامل تقريباً ارتدت هذه المرأة المسلمة النقاب لحساب قناة تشين الفور البريطانية بهدف الاقتراب من نساء يجندن أخريات في لندن لحساب تنظيم الدولة الإسلامية بعد عشرة أشهر من الاتصالات عبر الإنترنت تمكنت عائشة وهو اسم مستعار من الحصول على موعد مع إحدهن في هذا الشارع وسط لندن لا يتردد بعض المتشددين في التعبير عن نظرتهم المتشددة للمجتمع لن تكون مسلمين حقيقيين إذا لم ترفض الديمقراطية الشريعة هي الأفضل للبشرية مرحباً أختي الأخ أبو الإمام دعاني للحضور إلى هنا عبر رسالة نصية حسناً ما اسمك؟ اسمي عائشة وأنت؟ اسمي أم بالرغم من النقاب انتبهت عائشة إلى أن أم هي أم عثمان التي نشرت تغريدة تتجفى فيها في ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء وفي اعتداءات باريس تقول فيها موتوا بغيظكم موقف يتنقد مع وضعها داخل المجتمع البريطاني أعمالك موجهة مهنية بالرغم من هذا اللقاء لا تثق هؤلاء النساء بعض في عائشة ومع ذلك ستتلقى بعد أسبوعين رسالة نصية تدعوها لحضور لقاءات نسوية تنظم كل ثلاثاء لقاءة لا يمكن حضورها إلا بعد الحصول على دعوة ولا تتردد فيها المحاضرة في الكشف عن وجهها في بداية المحاضرة تحاول شد انتباه الحاضرات عبر اللعب على وتر العاطفة هؤلاء جبناء يقصفون دولة الخلافة بطائراتهم ويقتلون الأبرياء لكن لحسن الحظ نحن المجاهدون لا نقهر ما الذي يمكنهم فعله أمام مسلم يرى الجنة في مدفع موجه إليه ما الذي يمكنهم فعله أمام هذا بشكل تدريجي تقبل هؤلاء النساء بحضور عائشة إلى لقاءاتهم اليوم دعيت لتلقي دروس في مقر هذه الجمعية الدينية إلى جانب أطفال وأمهاتهم في هذه المرة ستكون عائشة شاهدة على خطاب يدعو سراحة إلى الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أنتن أعلى قدرا وأنتن الأفضل إذا كنتن مؤمنات حقيقيات سوفق كنا الله على أعدائه ما كنا نأمله بدأي تحقق لم نكن نحلم يوما أن نرى ولادة الدولة الإسلامية في حياتنا في هذا الوقت تتوصل عائشة برسالة هاتفية تدعوها إلى البدء في توفير تكاليف تذكرة السفر من دون إخبار أحد إشارة واضحة إلى ذهب محتمل إلى سوريا لكن في يوم من الأيام شعرت عائشة أن طريقة استقبالها تغيرت في نهاية المطاف تمكنت عائشة من الهرب لكنها لم تعرف كيف كشفت هؤلاء النساء حقيقة أمرها هل رقبها أحد أم تم التنصط على مكالماتها لا تعلم شيئا الأكيد هو أن هؤلاء النساء أيضا لديهن جواسيس المترجم للقناة